السلام عليكم. فضائح ومهازل الشان قبل بداية المسابقة لا تتوقف ولا تنتهي. وتقول غير واش الززائريين تدروا بالعاني حيث تعزيز علم يبانوا الفضوحين ويبانوا على أنهم متخلفين ومتأخرين مقارنة مع الدول المجاورة والدول الإفريقية. اكيد ستكونوا معي البارح في المقال الذي كتبته في موقع القرش ارقرش بون كوم كتبت لكم مقال على كيف شوكالة الأنباء الجزائرية كتبات على التاريخ المسابقة للشان الإفريقية ومسحات من هذا التاريخ المنتخب المغربي كأنه لم ينظم المسابقة للشان وربح فيها في اللقب ومربح اللقب في الكاميرو. يعني لقابين المنتخب المغربي مسحاتهم وكالة الأنباء الجزائرية في جرة قلم ومسحات أيضا تنظيم رائع للمغرب للشان ويأتي واحد راس مربع يقول لك احنا قاعد ما سامعين بكم وانتم ما كتسبحوا كل نهار بالمغرب. اي حاجة خيبة كتلصفوا في المغرب واي حاجة زوينة مثل مثل اللقابي للشان او التنظيم الرائع لدار المغرب كتمسحوا المغرب وما كتدروا عليه. وش عمركم شوشي وكالة أنباء رسمية دولة كتدير هذا الخطأ الفادح اللي هو فضيحة إعلامية شوهات الجزائر وشوهات شعب الجزائر عالميا وإفريقيا وعربيا. المهمة ما كان غير فضح وزيد فضح. اليوم غنصلتو الضوء للمباراة الويدية دي البارح اللي جمعات بين المنتخب الجزائري ضد المنتخب دي الغانر المحلي. كل ما سوف يقول لي لم تسميته المنتخب الجزائري المحلي. المنتخب الجزائر بين قوسين راماش متخب محلي 100% لأن عندهم ثمانية دي العناصر كلهم احترفوا في أوروبا ورجعوا من بعض الجزائر. يعني ماشي لاعبين محليين 100% ولو تتسمى قانونيا لاعبين دولي. ثمانية من المنتخب لاعبين دولي. ثاني نقطة مهمة وهي انه يتعادل الجزائر مع غان البارح فهو ماكي بعتبر رسائل غير مطمئنة وعدم اتقال الجزائري. لأن هذه هي رابع مباراة اعدادية للمنتخب الجزائري قبل الشان واللي مربحاش. تصروب واحد غيره امام الكويت وتعادلوا مع السنغال وموريتانيا والبارح تعادلوا مع غان. وهذا شي لا يبشر بالخير بالنسبة الرئيس الكيال الجزائري عبد مجيد شيراطون والرئيس الكيال الجزائري شان قريحا. اللي معولين على منتخب بقرة انهم يربحوا اللقب في بلادهم. باش يخفوا شوية من الحزن ديال الجراروة من بعد معاناة ديالهم. مع محاولة اعادة المباراة ديال الكاميرون. ومع ما عاشوا مساكن وما يشوفوا المغرب. توصل النصف النهائي ديال كأس العالم في قطع. المهم كرة القدم لا تؤمن بالمنطق. لكن هذه النسخة من منتخب بقرة لا تطمئن بالمرة. وهنا بنت بلاست بليلي واللعاب الأخرى اللي كانوا يلعبون في المتخب المحلي وأخوهمهم مع المتخب الكيبار. ملاحظة أخرى وهي انني كانت تفاجأ كيفما الغانيين والجزائريين أن مباراة أمس من الملعب الجديد اللي قال لك توحفو مفقرة للجزائر ما نقلوش فيها المباراة في التلفازة. يعني لعبوا غير بيناتهم وبين ذلك شوية الجمهور بالتخبية. وقال لك المدربين هم اللي ما بغوش ينقلوها في التلفازة. زي ما رأى خايفين من تجسس الفرق المنافسة على الجزائر. رأى بزاف نقلو المباراة بالهواتف ديالهم وعبر الانترنت. يعني اللي بغى يدير التجسس على المتخب الجزائر رأى داروا الباح. الهدف من عدم نقل المباراة تلفازيا هو تفادي الفضائح ثم الفضائح والمهازيل. ومع ذلك رأى اليوم غنش بدليوم عرام ديال المهازيل غير في مباراة إعدادية وحدة. المهم أحسن ملعب عندهم وما تيقينش فيه وخايفين لتشوه إفريقيين وعربيين وعالميا. وبين قوسين رأى البارح في الملعب على الثاني بانوا صور ديال الكراسة في يوم الميكا. هذه هي سهلة واضحة أخرى للناس التي تقول لها لا أخي حتي مرة تتعلمهم. تفكير لكم والتفكير لكم أي إنسان عاقل مخالف لدى الناس لهم. وما رأى من يتخلو الميكا عند بالهم رأى مدارهم بزيزة. عندما رأى قدرنا لكم كل شيء جديد في الميكا. بحال بعض الأخوان من يتخلو التلفازة مثلا تخلوه في هذه النسقة القدامية. ولكن عندما يقول الجيران هم رأى باقة جديدة وعشرين. أول فضيحة في المباراة أمس هي توزيع التذاكر. المباراة أخرى هم الكوميسارية وقراع. وهذه لا نركز عليها لأن الإخوان داروا اللازم فلا داعي لتكرار. موسيقى ثاني فضيحة هي مع بداية النشيد الوطني للبلدين. الأشخاص اللي يزول العالم الغاني رأى قلبوه مقارنة مع العالم الجزائر. بحال العالم اللي كيكون فيه ثلاثة الألوان. بحال ديالغانا مثلا للاقلبتهم. رأى كيتبديل العالم وتوليه عالم دولة أخرى ربما. وهذه بوحدة فيها قلة احترام من الجزائر للضيوف ديالهم غانا. وقلة احترام للعالم اللي هو مقدس عند الشعب الغاني. لاحظوا مثل الصورة العالمين الغاني والجزائري في موحد المثلات. هذه المثلات بالنسبة للعالم الغاني كانت يرى جهة العالم الجزائر. وهو كان يرى جهة الكاميرا. أجيب بعدها. دبنتهم لم تحسنتوا نقلين كل شيء من الأخرى من كأس العالم القطر ومن تنظيم القطر. أين هو الإبداع الجزائري الذي يصدع لنا براسنا؟ دائرين كوب بكولة كل شيء من عند قطر. ولا أن ما تحسنون. وتدروا لكي يخفوا قليلا على المساكين التي يتفرجوا ويعيشوهم قليلا على الأجواء في القطر. التي لم يحضروا لها بسبب الكولاسة وجمال الدبوز وإي كامبي وقاسا ماء وإي طا. المهم في أول تجربة في أول مباراة ويدية تعدوا على العالم الغاني. وحتى طريقة فتح العالم الجزائري كانت مضحكة جدا. بغاو يقلد قطر ساعة لم يقلدها كما العادة. في قطر العالم كانت تفتح بسهولة وبسرعة وبنسيابية. هما في الجزائر بقوا حاصلين تفتفوا لكي يفتحوا العالم الجزائري وبدو يدرزوا معه. أما العالم الغاني يقلبوه قاع. وما كان يقول لهم راكم غانطين ردوا العالم لهذا الشيء. وإلا لاحظوا في هذا المقطع كانت شخص ما تدور عليهم. بحال شاف ساعة الشاف ديالهم ما شافوا له. وما يقلبوا العالم ديال الغاني. وهم صيب هذا. وش في قطر بل لكم شي عالم تقلب. وش في قطر بل لكم شي حد يدور على ذلك اللي كي يفتحوا العالم ودير عليهم الشاف. كتبغيوا تنقله وكتنقله بغابة. موسيقى أما في هذا اللقطع النسل خرجوا العالم الغاني والجزائري الصغير. والعالم ديال الكاف. لم يكن بناتهم حتى تناسق. وبين فيهم أول مرة يدوروها. وموج دول. كارثة ومجزرة تنظيمية. في حق هذا الشان المسكينة. اللي ستبهدل. في بلاد الفضائح والمهازيل الجزائر. صدعتوا لي ناراتنا بالشان يلي ما عندكم شان. وفي الأخر كنشوفوه عزوف جماهيري خطير جدا. الجمهور مدخلش الملعب. وكله خاوي من غير بعض التجمعات هنا وهنا. وعندما تعرفهم يكذبون. من أسباب عدم نقل المباراة البارح. هو دفع الجمهور الجزائري للحضور للمباراة الويد ضد غانا. لكي لا يقولوا راكينة التلفازة لا يمشي للمرش. وهو خاوكاك مجموش الجمهور. ما نقلوش المباراة حيث تقالوا مع راتهم الناس غيروا يتفرجوا. وتصوروا معيك يبيعوا لهم التذكير الواحدة للدخول. ب 140 دينار تقريبا. يعني شير 14 درهم ولا 15 درهم. يعني دولار او نص نقولوا احنا قاعد جز دولارات. رغم ذلك نعوزوا في جماهير كبير. مما يعني بان هذه الناس ذو راكين يقول مفرموا. دبهت دولته كبطولة لا قيمة لها قدرين منها بحالي لشي حاجة مهمة. صوروا معي كل فيفا مثلا اعطيتهم تنظيم مونديا الانديا اللي اعطيت المغريب كونرا في الجزائر. فارعوا لنارسنا بالقوة الهاربة والجزائر. وما يسكسوش واحد قرن. طبعا اوطر المسؤولة الكبيرة لاجعب الخاصة على الجزائر. متابع افرحنا الناس في هذه باتنا. موسيقى هذه اوطاني فضيحة خطيرة جدا. هذه قبل المباراة قدروا استجواب مع المتخبات. ماذا بان لكم هذه الخلفية اللي يدرون في هذه الاشهارات تشوفوا الفوق مزين. ماذا بانت لكم الصباغات ما مقطرة. هذه اللوحة ممكن خلاوا في بلاسات الصباغات بالبيض. والصباغة بدأت تقطرت المعليا وخلاواها كل. دبه بالله عليكم. ماذا هذه الناس قدروا صنعوا الزليج. ماذا هذه الدولة؟ ممكن نعطيها موسابقين ضموها. حتى لوحة الاشهار لا يستطيعون نفس الصباغة المقطرة عليها. راتنا اياما نقول لكم اجرار ورخصكم تخباوا. لا تبقى لا تخرجوا عينيكم مع المغربة. ويأتي مغربة يقول لكم لا تتعلمهم. ماذا هذه الناس يتعلمون؟ كما هؤلاء الكثير من الناس الذين يتنمون. كلهم لا يستطيعون الصباغة المقطرة على لوحة الاشهار. وصوروها بطريقة. هؤلاء الناس الذين يتعلمون لهم حتى ما هذا الصباغة مقطرة. لا يتعلمون الكاميرامان. لا يتعلمون الموضع. لا يتعلمون للعابة. لا يتعلمون للطاقة التي تضمن البطولة. لا يتعلمون لهم الصباغة المقطرة. لا يتعلمون لكم هذه الفضيحة. وهنا سؤال سيطرح نفسه. كما هذا الصباغ الذي صباغ سقف. وقتل على هذه اللوحة الاشهارية وخسرها. وفضح الجرارة ومساكن. يعني من هنا نستنتج أن الصباغ مروقي. وهذه مؤامرة من فوز القجاع. وقصل لهم شحار هذه الصباغ مروقي. وقوموا لهم الخطة وقوموا لخطة. وخسر لهم اللوحة الاشهار. لكي يهبط معنوية الشعب الجزائري. الوحيد الذي يدافع على فلسطين فد العالم. إن فعلا مؤامرة مصبوغة من المخزن المغربي. وخاصة من فوز القجاع والكولاساء. وحاتم المرابطة من المخابرات. سوف تولي هذا الفيديو. لكي يضرب لهم الطرق. صراحة الله يجعلنا قرص الضحيك الجزائر. هذا هو الملعب العالمي بمواصفات عالمية وتحفة عالمية ومخارات الجزائر. هذا هو لاعب واحد غير خطوات التسخينات. أو الملعب محروس. يقول لكم هذا غير تزرعوا في البطاطا أو اللفت. وأي واحد رأس مرض بغير يقول لي هذا الفيديو وغير كذوب. هذا ذكر فيديو اللاعب العريبي من المنتخب الجزائر. هذا بعد ذلك ما أمريه فشا. لاعب شدر التسخينات. واحد من الموظفين يوقف عليه بمنجل. اللاعب يجري. والموظف يرقع في الأرضية مورا. وهذه عباد الله قال لك أرضية ملعب جديد. وقال لك ملعب بمواصفات عالمية ملعب تحفة. رأنتم مالية تحفة. شوفوا معي أرضية الملعب اللي تلعبت فيها مباراة أمس. ومن المفروض أنها أرضية جديدة. شوفوا كيف بدتك تشنتفو أجزاء من العشب بدك يطير في أول مباراة. أما إذا تلعبوا فيها ثلاثة أو أربعة المراتشات. ما غا تبقى هاش أرضية الملعب. غا تبقى هاش أرضية لزرع اللفت في فيلاج اللفت. ونبقوا دائما في نفس الملعب. شوفوا كيف بغوا يكتبوا اسم نيلسون مانديلا اسم الملعب الجديد. يطبعوا أوراق عادية بالأسود. وغي قطعوا الجواني بذياله ويصبغوا الوسط. باش بلهم الكتب. وش هاي الناس في الجزائر ما عندهمش آلات طباعة الكبيرة. اللي كتبعوا هذه الأحجام الكبيرة ومقادين. وش هاي الناس ما تعرفوش الألمينيوم. وش هاي الناس ما تعرفوش البيكسي غلاس. درور يديروا طباعة ويطبعوا أوراق بيضاء. ويصبغوا بشي 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 بشي. دولة النشاط العلمي والترقاع والبريكولاج. اللي يضحكنا كثير. وما انهم تنشروا هذا الشي على أساس. زي ما رغموا مفتخرين بالشي اللي يديروا. ولا زي ما داروا إنجاز تكنولوجيا تنظيمي كبير. وبالمناسبة لشو الصور ديال الملعب ديال نيلسون مانديلا. اللي اسمه نيلسون مانديلا. رغمازال ما داروش النقاط في الاسم ديال. يمكن ما عرفوش كيفاش غيديروا النقطة ديال حرف النون. والنقطتين ديال حرف الياء. وكيفاش غاد يعلقوهم. ما فهموش لها وقيلة. رغمازال مكتوبة نيلسون مانديلا بلا نقطة. صراحة الفرجة والضحك مضمون من هاد غباعة الفشلات. وكونوا متأكدين خوتي العزاز. ان الدولة اللي يقدر هاد الفضائح والمهازل تنظيمية في كل مرة. رغم مستحيل يكون عندها شي جيش قوي. او عسكر قوي. ومستحيل تربح شي حرب. مع اي دولة. رغم هذه المستويات تحربوا ضد نيجرس لخم. ثم قال ماذا قال لك القوة الضاربة. هذه رأي القوة الضاربة في العارضة او القوة الهاربات. هذه ثاني صورة معبرة للملعب تخربيقاء اللي مصدعين اللي نرسنا به. هادو طلعفوق الكرسي باش تبليهم المباراة. حيتي لقلسوا عاديين الى لحتو. راجع قدامهم ذوك البراس ديال الحديدة او ديال الاليمنيوم. وتدرقوا لهم واحد الجزء من المشاهد. يعني جزء من الجمهور يبلي غير نص الملعب. والجزء الاقرب قد تفرش بارك الدم عيني. وفراج هذه. اما الازبال والاوساخ فحدة ولا حرج. الملعب من النهار اللي اول دياله ولا عبارة عن مزبلة كبيرة. اما بصفة عامة في الصور كيف تلاحظونها. الملعب لم يكن في الجمهور والجمهور كان غائب. وزيد عليها النشوية للجمهور اللي كانت في المدرة تلك القتلات العسكرية حاضين ووقف المور. حضور عناصر الجيش تعني ان الجزائر من بداية الحكم الذاتي دياله مع فرنسا في 62. وهي تعيش دائما في حالة الطوارئ. ذاكشلت في الطرق ديالهم كتضرب 300 متر وكتلق باراج ديال العسكر. في الملعب لم يكن الجيش. كيكون الامن كتكون الشرطة او الشرطة الخاصة. تواجد الجنود بالزيد الجيش الجزائري تعني لان دولة عسكرية. ودولة غير امنة تعيش في حالة الطوارئ. وبغيث من الجامعة الملاكية درس الكاف وتسفت لها هذا المهازل هادو. خاصة الصورة للتواجد الجنود العسكر. وتسفت لهم ايضا هذو القناصة اللي كانت في ملعب وهران. خلال الالعاب ديال البحر الابيض المتوسط. زيما اسوأ حاجة ممكن توقع هي ان الكاف تعطي تنظيم اي مصابقة لها الدولة الفاشلة في كل مجالات. والدولة المتخلفة التي لا زالت تعيش للحقبة دي سبعينيات القرن الماضي. واسوأ حاجة لعين الافارقة هو مباشرة بعد نهاية المنبيل في قطر. يتفرج في هذه المهازل وفضائح الجزائر. ولكن رغم ذلك يبقى مشاهد مسلية ومضحكة للشعوب الافريقية والعربية والعالمية. اللي كانت ضحك لدولة بهالتخلف وهي من المفروض كانت خاصة تكون في مستوى قطر والدول الخالجي. ولكن خسرات الاموال دياله على جبهة البونيزاريو من اجل تحقيق الحلم المستحيل للوصول الاطلانتيك تيك 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 تيك. ونسيد واحد حاجة. بالنسبة الارضية للعشب ديال الملعب ديالكم. الملعب ديال جدريال. غير الارضية للعشب اللي كترينو في الدراري الصغار اللي كنين مع السيل ابرايم الغوتي. وراء ممكن دخلوا الفيديو دياله في القناة دياله وتشوفوا العشب كيف يجدع. اما ذلك العشب ديالكم راء العشب ديال زراعة اللفت في فيلاج اللفت. ما عرف شبش القصف ديال يوم كان ناجح. كتبوا لي الرأي ديالكم في التعليقات. وما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم وتشجيع ديالكم للقناة. واخراني بديت كني اسمنها. لان خوار زميات اليوتيوب مؤخرا. ولا وقاصحين بزاف. ولا وغير مفهومين. والقناة عييت معها. ما بغتش تطلع بذلك المحتوى الصادق. بين قوسين كان عرف طرق ونطلع بيوم القناة. ولكن ما غتكونش المصداقية. واتشيرها مع مريغان ديالوراكم كتعرفوني مزيد. كنشكر كل واحد كده عمناها. كنشكر للناس عن الوفاء ديالهم من القناة. كنشكر المنتسبين للقناة ايضا. كان معاكم حاتم المرعبات. السلام عليكم.